قام محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة بتسليم أسرة سيدة ميزار عبدالله الملقبة بعروس العريش الكفيفة مبلغ 25 ألف جنيه وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت العروس التي تم زفافها بالجهود الذاتية في ديسمبر الماضي قد طلبت من الرئيس السيسي توفير وحدة سكانية لها وقد استجاب لمطلبها وأصدر توجيهاته بتلبية وتوفير الوحدة كهدية لها حيث قام المحافظ بتسليمها عقد ومفتاح وحدة سكانية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي العبور بالعريش